سيد بريجع في ظل وصول الأسلحة المتطورة والآن هناك كانوا إعلان من وزير الدفاع الأوكراني بوصول أيضا صواريخ مضادة للسفن هاربور وهل تعتقد في ظل استمرار دعم أوكرانيا بالأسلحة المتطورة في نهاية الأمر قد يضطر رئيس بوتين للتنازل في بعض الأوراق والدخول بحالة محادثات وأيضا تفعيل مسار المفاوضات بين الجانبين دعني أقول فهل نقطة الآن يعني الوضع هو مختلف كما لا أعتقد بأن بوتين سوف يتنازل ولكن أعتقد بأن يوما أو في أشهر القادمة سوف يخفصه من موضوع العملية العسكرية يمكن أن يحدث ذلك أو سوف يستمر على الصراع كما هو عليه أو يتدخفيف الموضوع هذا الحديث عن ما يحدث في أوكرانيا وتغيير إلى مواضيع أخرى يعني يمكن أن يحدث تغييرات فيه أو ملافات أخرى يمكن أن يتحدث فيها الرئيس الروسي ويتم نفسيان أو طامي جزء من الملافة الأوكرانية وهذا الشيء وارد بكل كثير أو يذهب إلى المفاوضات وأن يقرأ الطرف الأوكراني باعتراف بهذه المناطق ويتفاوض مع الانستشاليين المتواجدة في مقاطعة ضنباش ولكن حتى الآن واضح بأن الرئيس الأوكراني لا يريد ذلك لكن الرئيس زليلسكي قال أنه يعتقد أن روسيا ستوافق على المحادثات إذا تمكنت أوكرانيا من السعادة السيطرة على كل الأراضي باستثناء أيضا كما قال الرئيس الأوكراني شبه جزيرة القرب هل هذا قريب للواقع باعتقادك؟ لا أعتقد ذلك لأنه إذا ما حدث ذلك هذا الشيء سوف يكون خسارة كبيرة للرئيس جيمير كوتل ولا أعتقد ذلك على العكس الآن في الداخل الأروسي هناك زيادة في الطواعد العسكرية 12 قاعدة سوف يتم فتحة في الداخل الأروسي هناك كانت خديث عن شحب جزء القوات الأروسية متواجدة في سوريا ولكن حتى الآن هذا خبر غير رسمي هناك تعب عامة ولكن غير رسمية هناك يتم أخذ الشباب الذين يذهبوا إلى الجيش للقتال في أوكرانيا